هو مشروع لتقييد الحريات من دون شك لا تقنينها أو تنظيمها كما تدعي حكومة المنطقة الخضراء ومن خلفها كلمات قليلة يوجز بها ناشطون عراقيون وصفهم مشروع قانون حرية التعبير والحق في التظاهر المعروض على مجلس النواب لإقراره أكثر الجهات الحقوقية والناشطين المدنيين في العراق يرون أن لا حاجة لإقرار هذا القانون فحرية الرأي تكفلها دساتير العالم كلها كما هو مكتوب في الأقل ولا حاجة لقانون يحدد مساراتها ويضع العراقيل في طريقها فالقانون يشترط موافقة الأجهزة الحكومية لتنظيم أي تظاهر وهو أمر يراه مراقبون ينطوي على كثير من التناقض إذ إن الجهات الحكومية تعد متهمة ومقصرة بحق المواطنين وبالتالي لن تتعاون مع المواطنين الذين يرغبون في التظاهر ضدها ولا سيما أن الحكومة في العراق تسيطر عليها ميليشيات متورطة بقتل متظاهر ثورة تشرين في الساحات فضلا عن أعمال الخطف والاغتيال العديدة التي نفذتها ضد كثير من الناشطين أمر آخر يثير حفظة الناشطين العراقيين بشأن قانون حرية التعمير فالإجراءات القانونية والعقوبات الموجودة ضمن فقرات مشروع القانون المقدم لبجس النواب من شأنها أن تضع قيودا كبيرة على حرية الصحافة المطبوعة والإلكترونية ولا سيما مواقع التواصل الاجتماعي التي أسهمت كثيرا في كشف العديد من ملفات الفساد عن طريق الوثائق المسربة إليها والتي وضعت الطبقة السياسية الحاكمة ومؤسساتها الرقابية والأمنية والقضائية في حرج كبير أمام الرأي العام المحلي والدولي بعد أن تكشفت الحقائق بشأن فساد الحكومة وتسييس المؤسسة القضائية وتوطئها في كثير من الأحيان مع الفاسدين الذين يسيطرون على المشهدين السياسي والأمني في المحصلة فإن إقرار القانون لا يتعدى كونه مرحلة جديدة من الصراع بين الشعب المناظر من أجل الحرية والعدالة وبناء وطني يحظى بالاحترام المستحق على الساحة الدولية وبين قلة من الفاسدين جاءوا إلى مقاعد الحكم فوق دبابات الاحتلال وعاثوا في العراق فسادا